أقامت منظمة السياحة العالمية حفلاً خاصاً لتنصيب معالي الشيخة ميبنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار سفيراً خاصاً للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017 في مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور معالي الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية ونخبة من كبار المسؤولين في القطاع الثقافي والسياحي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأعلامية أقامت منظمة السياحة العالمية حفلاً خاصاً لتنصيب معالي الشيخة ميبنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار سفيراً خاصاً للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017 وذلك تقديراً لجهودها البارزة في تسخير الثقافة رافداً سياحياً تنموياً وخلال الحفل ألقت معالي الشيخة ميء الخليفة كلمة بهذه المناسبة عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها لمنظمة السياحة العالمية هذا اليوم الذي أعطى فيه هذه المهمة التي شرفت بها لأن أكون سفيرة للسياحة المستدامة من أجل التنمية كلنا نعلم أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وبتدشينها لمركز أقليمي يخدم المعالم الأترية في البلدان العربية وتكريسها الثقافة عنواناً لأنشطتها جعل منها وجهة لسياحة ثقافية وتنمية مستدامة نحن أيضاً في قطاع الثقافة حين تقدمنا بمشروع طريق اللؤلؤ للصندوق الإسلامي للتنمية كان الهدف الرئيسي هو التنمية المستدامة وهو ما حقق البحرين هذه السمعة التي من أجلها نالت الكثير من الجوائز كما حدث أو كما شاهدنا في إكسبو ميلان حين كان جناح البحرين مثالاً للاستدامة وبدوره سينقل إلى البحرين ليؤكد أن ما تقوم به مملكة البحرين على الدوام هو رفع اسمها في مجالات التنمية المستدامة من أجل خدمة المجتمع وتنمية الشعوب العربية هي مهمة على مدى عام كامل نتعاون فيها كسفراء تم اختيارنا لأسباب كل في مجاله لكي نجتمع على مدار هذا العام ولكي نروج للسياحة المستدامة من أجل التنمية وأنا فخورة بأن أحمل هذا اللقب لمملكة البحرين التي دائماً هي في المقدمة في مجال الثقافة والسياحة الثقافية بالتحديد من جانبه عبر معالي دكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية في كلمته خلال الحفل عن سعادته بهذه المناسبة التي يتم فيها تنصيب معالي الشيخامي رسمياً سفيراً خاصاً لسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية 2017 كما توجه بالشكر لمعالي الشيخامي بالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة ومجتمع السياحة الدولية على كافة جهودها في الارتقاء بالثقافة لتصبح اليوم من أهم عوامل الجذب السياحية تشرفنا هذا المساء بحضور الشيخة مي بنت محمد الخليفة لتسميتها السفيرة للسنة العالمية للسياحة المستدامة هذا شرف كبير لنا الشيخامي تمثل منطقة الشرق الأوسط بالكامل وتمثل قطاع الثقافة في العالم كله وأكد معالي الدكتور طالب الرفاعي في ختام كلمته عن ثقة منظمة السياحة العالمية بقدرة معالي الشيخامي على تعزيز السياحة الثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولي